اشتركوا في القناة الله عليه وسلم من دون الله وستعبد الكبور في البقيع من دون الله تبارك وتعالى ماذا لو تحكم الشيعة في مكة سترى هؤلاء وهم أمام الكعبة يطبرون كما يطبرون فيما يسمونه بالحرم الحسيني ويضربون ظهورهم بالسلاسل والزناجيل كما يفعلون عند الحرم الحسيني كما يزعمون أنه حرم سترى الأطفال يطبر لهم أمام الكعبة شاهدوا هذه الصور معي شاهدوا الصورة الأولى يعرضها لنا الإخوة في الكنترول ماذا يتمنى الشيعة في مكة شاهدوا هذه الصورة تعرض في مواقع الشيعة وعلى صفحاتهم رفعين رايات رسموها على الكعبة كما تروا الآن مكتوب عليها يا حسين وجميع الأعلام التي في الحرم كما تروا الآن يا حسين يريدون هذا والله لو تمكن هؤلاء في الحرم المكي سيعبد الحسين في هذا الحرم في حلهم وترحالهم في طوافهم سينادون يا حسين يا حسين في كل شيء سيفعلونه في الكعبة سيعبد الحسين من دون الله الصورة الثانية التي سنراها معكم الآن يرفعون رايات أيضا رسموا رايات على الكعبة وأمام الكعبة مكتوب عليها يا لاثارات الحسين أي لا بد أن نفأر للحسين يفأرون من من؟ من أهل السنة لأنهم يذعمون أن أجدادنا هم من قتلوا الحسين شاهدوا هذه الصورة يا لاثارات الحسين كما تروا الآن يعني هذا الحرم لن يكون لعبادة الحسين فقط بل مع أنهم سيعبدون الحسين سيقتلون أهل السنة والجماعة حتى يفأروا للحسين عياذا بالله هذه في مكة فكيف بالمدينة؟ استغل الشيعة عدم وجود بعض الحرس في ظل قرونة وشدة هذا البلاء فاستغلوا عدم وجود أحد أمام هذه الكبور فقاموا بالسجود عليها والتمسح بها والتبرق بها في البقيعي والله لو تمكنوا في البقيع لا عبد من دون الله تبارك وتعالى ولا يعلم هؤلاء الجهلة أن هذه الكبور ليست كبور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بي بي فرق مضى الزهر يا الله يا بي فرق مضى الزهر يا بي فرق مضى الزهر بسم الله 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 الحمد لله الذي لم يجعل سلطاناً لهؤلاء الشيعة على مكة أو المدينة